الشرطة القضائية بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء تلقي القبض على عصابة إجرامية متخصصة في السرقة طوابع مخزنية مشكوك في أصلها ومصدرها هي ما جعل بداية عناصر الشرطة تقتفي أثر العصابة قبل الإيقاع بها في كمين نصبت لباعه الطوابع بالتقصيد تمكننا من إيقاف واحد الشخص اللي يتحوز بمجموعة هذه الطوابع مخزنية وطوابع خاصة باللجنة الوطنية اللقاء من حوية السيق مشكوك في المصدر ديالا هذا الأخير بعد تعميق البحتماء أعطينا الشخص اللي يزوده بالطوابع تقلنا معه وتمكننا من القبض على هذا الشخص بالحوزة ديالا ومجموعة أخرى من الطوابع نفس العينة بعد تعميق البحتماء قادنا للمنزل ديالو بحيل ألفا هناك أعطينا على كنز ثمين كنز ثمين لم يكن سوى هذه المعروضات من أجهزة الحاسوب وآلات النسخ والنقود وألف قطعة من الطوابع المخزنية الخاصة باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وهذا ليس كل شيء أعطينا على المحاضر ديالا وفيزي تيكنيك ومجموعة أخرى من ديالا وفيزي تيكنيك وتم الوطوع أيضا بالحوزة ديالا الأمر على واحدة القطعة مادينية أصفاء اللي سفصلنا حول المستقبلها يفادنا بأنه تحوز بها من أجل النصب على بعض الأشخاص من يلسى مغاكش عثور عناصر الشرطة على القطعة النقدية هذه سيكشف أيضا عن شركاء آخرين في العملية وإلقاء القبض على الرأس المدبر لعملية النصب وبحوزته 283 قطعة نقدية ذهبية مزورة عناصر الشرطة ألقت القبض أيضا على سبعة أشخاص من بينهم شخصين بتهمة حيازة المسروقات وذلك لإحالتهم على أنظار العدالة